اشتركوا في القناة اهلا بك شيخ زين يا مرحبا بكل سنة انت طيبة بكل السادة المشاهدين طيبين وبخير يا رب بنها يخليك ومعنا طبعا ربيع زين هو ابن الشيخ زين وتلميذ وزي ما انت قلتي ابو الحاصل شيخ زين انت عشان نعرف الناس بان انت يعني نفكرهم تاني ان انت مش عايش معنا للاسف في مصر انت عايش في فاريس مش عارفة امت هترجع تعايش في مصر بقى حاجة فيدة ربنا ان شاء الله يعني بس انا برضو انت المرة اللي فاتت لما صدفناك كنت عاتب قوي على انه النوع ده من الفن اللي انت بتقدمه الناس ما كانتش مهتمة بيني مش مهتمة بيه مش مقدراء وانت شايف الناس اللي برا اللي ما بتتكلمش اللغة وما بتفهمهاش بتحبه وبتقدره هل لسه الكلامنا موجود حتى بعد الصورة؟ اه لا يعني انا شايف بعد الصورة بجد يعني بقى فيه اهتمام كبير اعلامي كمان اكتر خاصة لما نزلت في رمضان انا نزلت في نصر رمضان كده مصر ما قاعدتش ولا يوم يعني حفلات دايما ومش لي انا بس لكل المدحين وكل الفنين الشعبي ودي كان حاجة حلوة جدا خاصة كمان في التلفزيونيات كل الخنوات يعني فيه اهتمام بجد مش عارف اقول يعني احسام الاول بكتير بكتير بجد مغطي كل الفنون الشعبية المات ودي حاجة مشرفة وهو دا اللي كان امانة طيب ارجع لك ودرجة طيب افكر يعني ارجع خلاص منشوف يا مشاهد والله يعني اه برد يعلمي انت من اخر مرة كنت هنا انا يعني بساعتها بحاول اه اتعلم اي كلام فرانسيبي اتواصل معك بش عارف يا رب ما خليك ليه انا بتكلم عارف احسر طب انسمع الناس حاجة وبعدين اتكلم موضوع اهتمام الناس بالفن دا مرة تانية اه نسمع ايه انا اه مش عارف انا وانا قاعد كده كنت بسمع حاجة عن اله في البرنامج عن التحرش والحاجات اه فخطر في بالي موال كده انا اقوله ياريت 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 الشباب يركزوا معايا في الموال دا ويركزوا في الكلام اه اه ركز يعني وربنا يهدي بقى كليك مع الله وامل طيبك تلقاك اه 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 وريني واحد بيسرق مكسبه كفا وريني واحد بيكتل ما تعالى فراشه وريني واحد أكل ما لليتامى ورب العباد هناء وريني واحد بيزني ربنا علا يا أمة المصطفى يا متعباد الله اللي سلك طريق الهدى على نور يا فرحة يا هناء في نزلة القبر شاف نور النبي ويا الله بس اللي يسمع بقى ويا الطعز اه ياريك في الموضوع ده لا الموضوع كبير كبير يعني مش عارب بس حله طبعا صعب يعني البلد عايزه كتير فين ولاد البلد فين لا ولاد البلد موجودين على فكرة ولكن المضايع الدنيا في حاجات كتير بتتعاطى في البلد يعني هي المضايع الشباب وشبابنا على فكرة حلوين جدا جدا مطيبين جدا بلدنا كلها حلوة ولكن مع الأسف السموم اللي نزلت البلد هي اللي بتعمل ده عمر مواحد يعني يمكن اقولك الناس اللي اللي عمرها ما بتتعاطى لحاجات ديه استحالة بيعملوا الفقارش ده وحاجات ديه نرجع بقى للفن واهتمامك بيه ومتحديدا مربعات ابن عروس ليه يعني العشق ده منين؟ بالنسبة للتراث ابن عروس والسرى الهلالية عمرها ما بتقدم وعمرها ما بتتغير يعني في ألحانها يعني أنا سمعت ناس بيجددوا في التراث والحاجات فانا قلت هم حاجتين استحالة يتجددوا اطلاقا مهما يتعامل من الحاجات الإلكتروني أنا غنيت في الإلكترونيات والحاجات ولكن ما قدرش أغني السيرة في الموسيقى الإلكترونية أو المديح إن الحاجتين دولة صعب جدا يتعامل لهم ألات إلكترونية هم لهم ألات بسيطة والمديح زمان في الستينات والسبعينات هو ما كانش بألات موسيقية كان المديح شرعي الطيرة دي دايما على فكرة من المرة لفاتح مش كده مستطلات تاريباً أنا اختارك برضو فالمديح كان اسمه شرعي الزكر الشرعي بدون موسيقى بدون آلات بدون إقاع ولكن كان جاي ضف كده وده تاخد من أهل المدينة لما استقبلوا الرسول عليه الصلاة بالدفوف وطلع البدر علينا فكان هو الزكر كده وبعدين اتطور انت بتقول انها عمرها ما تقدم لكن ربيع مثلاً انت وهو ده المندوق بتاعك في مصر بقى بتحب تغنيها بتعرف تنشئ يعني بتقولها أنا تعلمت على إيد والدي في باني مظار وأنا عندي عشر سنيني لإنشاد الديني فكان ليه الفخر ان انا اتعلم على إيده لإنشاد الديني لأن الإنشاد الديني روحانية مربط بنا سبحانه وتعالى بتسمعوني حاجة مصيرة؟ في المصيرة ولا في المديح في المديح ممكن نبدأ في المديح زي ما انت عايز مفيش مش كده تحتعمل ترجمة نانسي قنقر 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 يا رسول الله الله يا رحمة للعالمين الله 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 يا الله يا الله الله يا عاشقين والمحبين يا جد القمرين الله الله يا جد القمرين الله 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 يا جد القمرين الله الله يا جد القمرين الل يقول الله يا سيدنا الحسن يا مولانا يا سيدنا الحسن ستنا السيدة زينة رئيسة الدواوية رئيسة الدواوية اللهم 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 يا طبيب المبالي اللهم يا طبيب المبالي يا طبيب المبالي اللهم يا طبيب المبالي يا طبيب المبالي الله يا طبيب المبالي يا طبيب المبالي يا جسه قواه يشهى يا طبيب يا محمد يا جد يا طبيب المبالي أنت كنت بتقولي أن أنت من الساعة ما جيت وانت مشغول في حفلات إزاي الناس بتتلقى النوع ده من الفن هنا عن في باريس أو في الغربة عموما في حفلاتك اللي بره طبعا هنا في حمامية كبيرة يعني هناك في سامع سامع كتير وحب للتراث ولكن الحلو هنا في حمامية جامدة بيننا وبين الجمهور وإحنا خلصنا كان آخر حفلاتنا كان في المينيا ولكن الطلب مننا نعمل حفلة جمهور كلموا مها مونيب هي مسكل حفلات بتاعتنا فكلموها قالوا لها لا يعني إزاي الشيخزين هنا وإحنا مش عارفين يعني عمل حفلات مشوفناش فلازم نعمل حفلة فهي مشكورة يعني جابت لنا حفلة في مصرح مكان عند الدكتور أحمد المغربي وكان آآ المكان بجد آآ يعني فوق الكمبيلت يعني لما كانت بارة بقى وكان حاجة يعني آآ برغم ما كانش في آآ صوتيات لأن المكان حلو جدا ولكن آآ سبحان الله علشان أنا رايح لناس عايزاني بجد آآ أنا ما كنتش حاسس وانا بشتغل وكان الناس بيقولوا لا ده الصوت واصل جامد ولكن أنا كنت بشتغل بجد آآ زي المخدر هو الجمهور كان المخدر بتاع يعني يعني الإنسان بيت آآ بيتألم بس مش حاسب الألم فهو ده كان الجمهور وهو المخدر بتاع ده الفرق بيننا وبين بره وبجد المره دي أنا بفكر كتير إنه لأ أعمل حسابي بقى ما أنا ما ينفعش لأ أنا أقعد يلا بقى شهد آآ 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 والله لأنه مرة جاية تجيلنا مش أجازة يعني تجيلنا مش أجازة هنا إن شاء الله بإذن الله ما نسمى حاجة مستيرة كده آآ طبعاً أكيد يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل الراجل الجدي في ساعة الغضب ينحاش يركز لحمله يجله إذا كان تجيل ينحاش الفكر جبار لو دخل الجمل يسلى الجمال ينحاش يعني الراجل الجد في ساعة الغضب يحوش نفسه يركز لحمله يجله إذا كان تجيل هينحاش الفكر جبار لو دخل الجمل يسلى الجمل ينحاش إذا كنت راجل عال خد لك لميلة الزمن صاحب صاحب يكون في الغب يشكر الصاحب وقوعاتي صاحب اللي يقول في وشك بس بس أنا صاحب في البر صاحب يكن عند الغراج ينحاش أنا بوحد الخالق الناس خالق مسلمين ونصارا وناس نامت على فرش وناس نسعى المعايش حيارك أصلي وسلم على النابي الزين مدحت النابي العظم ضد الصلاة قال النبي يا بلالي يا زين يا بو باكر قيم الصلاة فربتق العيمة جاني شريح هو عويت عالبر ناوي ويا مناس زين ما جريح يكن صبر على البلاوي دنيا علينا تربت وينزور بعينك رعيها شوفي العنز لما تربت ما نطحت إلا رعيها آه يا عيني على آه آه يا عيني على آه يما آه يا عيني على آه ما نطحت إلا رعيها يلي بتندها عايزنيه خل الجنين عابة تاني معي جرح من مدة وسنين من لقم العزل عابة تاني في صد في جسمي شغني وفي زي ما انت طالب وناس تركي وناس تغني مغلوب يضحك لغالب ما حدت غلبك في غلبي وغلبك في جوفي هراني ما جابوا المحاور صلب تقدم خصيمي وكواني جاني طبيبي مع العصر وفي ايده ماسك عصايا أصلي طبيبي قال الأصلي من خصمي جبل الوصايا تاريها الدراهم فتمفع في جبل ويا غنيمة والصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنيمة سكت الهوى والنمسطر والسبع طاطع بعينه خليها ده النوم أصدار لما الهلف ياخد يومينه خشب المراكب من الصمت في البحر ياخد مهاجه وجبع الحر يتبع الصمت لما النادل ياخد مهاجه زمانك زمان الكلوبات لو مد الصفح بطلوها شوف الفرخ اللي بلبات اليوم بتحلف بابوها ولابد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم أوعد قول للنادل يا عم ولو كان على السرج راكب هو لحد خالي من الهم حتى قلوع المراكب نوعد قول للنادل يا عم ولو كان على السرج راكب هو لحد خالي من الهم حتى قلوع المراكب حتى قلوع المراكب أستاذ يا شيف زينة جميلة جدا واضح إن ربيع تلميذ شاطر يعني ما شاء الله طبعا معا المدرسة بحلها طبعا فلازم يكون الناس بتسمعك إزاي ربيع بتعمل مقارنات ولا يعني أنا ما بحبش أتقارن بحد يعني بس الحمد لله يعني أنا تلميذية مش أقدر أقول نجيب أول للشيخ زينة بس كان ليه الشرف الكبير إن أنا أتعلم على إيده وبيديني نصائح كتير للفن بالذات يعني فتعلمت منه ودرست في الورشة للفن مع المخرج العظيم حسن الجارتلي وبدأت أعمل حفلات والناس كانت بيشوف بيعجبوا بابن الشيخ زين وبالصوت وبالجمال في الصوت أو في الشخصية فكانوا دايما نشكروا أنت ابن هذا الشبل من ذاكى الأسد يعني زي ما بيقولوا فالحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى الشيخ زين انت قلت لي أنك هنا فيه ورشتين هتعملهم فيه ورشة في مالوي مع تلاميذ برضو على تدريب السيرة فيه إقبال على الناس العادي بتعلم السيرة فيه كتير جدا أه ولانا ما كنت في إبريل برضو هنا كان عندي ورشة في مالوي كان حسن الجارتلي ماسيكي الورشة وكانوا خمس أيام فففضوك الخمس أيام دي الناس تعلمت مديح وصيرة وغنى شعبي فحسن قال لا ده الموضوع بقى لازم يكبر يعني مش هي يعني يستقل على ده بس فقال زين المرة الجاية تعمل لنا ورشتين بدل ورشة ورشة في مصر ورشة في مالوي فده كان حلو وأنا طبعا فخور جدا ان يحصل ده لأنه هو اللي أنا عايز مش عايز الموضوع يتوقف لأنه ربنا يدي الصحة أبوها سيد الدوي هو اللي علامني السيرة الهلالية ولكن مش كتير اللي هم بيقولوا الشيرة وخاصة في الشباب اللي طالع يعني في الجيل فتبقى حاجة حلوة جدا لما يبقى فيه شباب شباب بس ولا فيه شباب وشبات كمان شبات تقريبا لسه يعني ما يمكن في مصر المرات يكون فيه ولكن في مالوي في واحدة في دينا الوديدي في دينا الوديدي وفيه فاطمة عادل هم دول اللي دربتوهم على السيرة ولكن انا مش عايز الموضوع يتوقف انا عايز اكتر بس يمكن في مصر المرات يكون فيه في الورشة بتاع مصر هتبدأ ان شاء الله من تسعة حتى ستة تسعة من السيرة الهلالية للسيرة المصرية لما بشوف حال البلد كده اه انسب حاجة ممكن تعبر عن حال البلد دلوقتي سواء كان من السيرة او من اي حاجة انت بتغنيها هو من الموال يعني زم انا كنت قاعد وسمعت الناس فانا فكرت ان انا اقول الموال ده بيقول عن السرقة وعن الزنا وعن الاكل الحرام وعن انه اه ان خلي بالك انه اه اللي بيحصل ده قدامه ده بس لو ما حصلش ده وحصل حاجة كويسة في الاخر انت بتلاقي نور النبي معاك يعني بدلاً ما بتلاقي ضلم وبتلاقي الصعبان الاقرع لا بتلاقي حاجة حلوة فاما ما نسمعه بحاجة كده كمان. حاضر. تبقى حاسة انها تليقى مع الجو دلوقتي. اه في موال. حاجة تكون انت عايز تقولها. يعني. لا في موال برضو بيقول عن العيب. يعني اه. صحبتي صاحب وقلت في يومي شي الحملي. صاحبتي صاحب. وقلت في يومي شي الحملي ام قبل حمله التقيل. حبتوا على حملي. لفت جميع البلاد على صاحب يشي الحملي. لفت جميع البلاد على صاحب يشي الحملي. يشي الحملي. كل اللي احكيله على حملي يقول. وانا ميني شي الحملي. الله جميلة. كنا بنتكلم ان انت حاسوا ان في اهتمام اكبر. لكن ازاي ازاي نرجع اعتبار هذا الفن. الاهتمام كويس ودي خطوة. زي بقى ان ترجع له اعتباره. ما هو ده البداية. يعني هو دلوقتي بيرجع له اعتباره. فالبداية حلوة جدا في الاعلام. ودلوقتي يعني انا شايف يمكن اقولك اه ستين في المية بجد. في اهتمام كتير من الناس كتيرة مبسوطة جدا بالفن الشعبي. فدلوقتي الموضوع بيرجع بالاعلام بالحفلات اكتر اه شوية شوية بيرجع الموضوع. لان هو مش يعني طبعا صعب جدا عشان مرة واحدة يرجع ده. يعني انا في كل مرة كنت بنزل مصر اقول لا 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 انا مبسوط جدا برا لا 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 انا اتخنقت ما انا مش هيحصل. المرض انا بقول لا انا بفكر ارجع. اه ده تطور هير. فهو ده. والله. الله يخليكي. فهو ده الموضوع. يعني انا اتمنى ان المرة الجاية لما. يا ربي خليك. تكون معينا من الاول. يا ربي خليك. واشكرك شكرا جزيلا اه شيخ زين محمود. اه على وجودك معي. اشكرك ايضا يا ربيع. شكرا. واما انا بشكرك وانكم ايضا مشاهدين على متابعة هذه السهرات اه من العيد النهاردة كانت اخر صهرة اه من صهرات العيد كل سنة وانتوا طيبين. وحسابكم معا حاجة الشيخ زين يكون عايب يسمحها لكم. ها. مالي سواك حاجة السابق فالله يكبر من من إليه أناب متوسلا بالهاشمي محمد خير البراي ملة وكتاب فوق البصاد دنى ونودي باسمه دسيا محمد ولا تخاف إرعاة هاب أنت الحبيب يا محمد ومن يطعك أطاعني أنت الشفيع ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطاب لا أنت جبار ولا متكبر لا كنت نماما ولا مغتاب لا أنت مجنون ولست بشاعر لعن الذي لك في الوجود أعاب صلى عليك الله يا عالم الهدى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه عليه ويدال البركات كل من صلى الله عليه يا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه الله عليه وسلم اشتركوا في القناة